يحتف الشعب الروسي في التاسع من مايو من كل عام بالذكرى الرابعة والسبعين للنصر على النازية الألمانية ويحتل الاستعراض العسكري بالساحة الحمراء قرب الكريملين مكانة خاصة بين الفعاليات الاحتفالية التي تقام بهذه المناسبة ويشارك في الاستعراض العسكري لهذا العام أكثر من 13600 من أفراد القوات المسلحة الروسية إضافة إلى أحدث أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية ومن بين حاضر الاستعراض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأعضاء الحكومة وكبار المسؤولين بمن فيهم وزير الدفاع سيرجي شويغو إضافة إلى محاربين قداما قتلوا في معارك الحرب الوطنية العظمى وبهذه المناسبة دع الرئيس الروسي المجتمع الدولي إلى إقامة منظومة أمن موحدة لمواجهة التهديدات المشتركة موضحا أن دروس الحرب العالمية الثانية لا تزال ذات أهمية وستستمر الفعاليات الاحتفالية بعد الاستعراض العسكري حيث سيضع الرئيس بوتين إكليلا من الظهور على قبر الجندي المجهول في حديقة أليكساندرو فيسكي بجانب سور الكريملين وفي موسكو ستنطلق في المدينة مسيرة الفوج الخالد التي سيشارك فيها الزعيم الروسي وهي مسيرة تنظم منذ عدة سنوات في روسيا وخارجها إحياء لذكرى العسكريين الذين بحوا بأرواحهم في الحرب العالمية الثانية